تعال نشوف لقطة الأول في الدقيقة 19 ممكن حتبين لنا تكون مرجعية شوية اللقطة دي فيها حاجات كتير قوي في المباراة اللي هي مثلا بص سيف هنا مؤخر الفرق بين سيف الجزيرة لما بيلعب الكرة بسرعة ما يأخر هنا الكرة اتقطعت من سيف دي من ضمن الحاجات اللي احنا لعبا بنتكلم عليها وبص اسموحة عديلي بقى اسموحة بتلعب بكام والنتيجة صفر صفر لا خمسة تمين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وفي تكملة كمان بعد كده حيبقى فيه سابع جاي من هناك والحطة التانية بقى اللي هي ايه بص سيد عبدالله هو مزنوق هنا بيستخدم مهارته انه هو ياخد ضربة والكنات دي ممكن حاجة لانه في نفس الفئة بتاعة السيد الموهوبين دي دي اتلاتة دي اتلاتة سموحة بص دايما لما الكاميرا تفتح هتلاقي اكتر يعني انت بتتكلم في واحد اتنين تلاتة بص الزمالك هنا اما بيعمل التحول هي دي ولا حاجة بس اشوف زيزو كان عنده الكرة لو تلعبت سليمة زيزو كان حيبقى رايح في مساحة كبيرة جدا اللي هي هتصمر بعد كده بص برضو في الدايئة تمانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة والداتية انت بتتكلم هنا في اتنين اربعة ستة والسبع بتاعهم هناك اهو وراء تمانية تسعة انت بتتكلم في حدث كبير جدا من اللعيبة بيندفعوا فوق الكرة اما بتضربهم باي طريقة بالزمالك بيجد اللي هو بيبحث عليه تاني زمالك غير بقى ده الجزء اللي كان سموح عمل للزمالك زمالك عمل الهومورك في حاجة مهمة جدا كان الزمالك بيفتقد زمالك يا كريم في المباراة التانية كنت انا بشابه عامل زي ما احترمنا يعني لكل الناس اللي فاخد الشعرها برجل الاصلع شعر كده عالجناب كتير والمنطقة اللي في النص دي فاضية دايما في جاب كبير كده الزمالك مش قادر يملاه الزمالك النهاردة غير ده تعالوا نشوف تمركزات زمالك متوسطة قدام فاركو كان عامل ازاي قدام فاركو ثورة التمركزات نفسها قدام فاركو اللي بتبين الفريق كان عامل ازاي في شكله قدام فاركو وصورة التمركزات قدام سبوح وهو اخر مматش محلي واخر وامل المباراة دي اللي هو زمالك خسر هنا ثلاثة وفاز هنا هتلاقي متوزعين الفرقة هنا بص شلبي راح فين شلبي راكب على عبشاف فاتح الملعب جدا 11 وزيزو فاتح الملعب برضو جدا جنب نمار والمنطقة اللي هي تحت سيف الجزيري فاضية فاضية فعليا تعال بقى للتمركزات الزمالك قدام سموحة بص لمكان زيزو وشيكبالا اللي حيبان في الصورة شيكبالا واخد في مساحة تانية عم شافه ولا رابع الخط وزو واحد لجوة في مساحة هنا واربعين اللي هو سيف الجزيري موجود في المنطقة دي حبان بقى من اللقطات اللي حنشوفها حاتوا اللقطات على طول حنشوف بقى اللقطات ده انعكس ازاي على اللعبة الزمالك نفسها بتلعب في المساحة دي وكان اجاب ازاي انا حاجب لك اللقطة الاول لم تصفر عن شيء برضو ولكن هي النية ديها تمانية حنوقف بس كمل الصورة شوف شيكبالا سايب بقى الخط وداخل وزيزو هنا رغم ان هو بيبدأ الهجمة من هنا زيزو حيسيب الخط وحيخش الجوة الملعب هنا سيف بيستلم ادي المساندل اللي هنا وقف بس هنا معلش وقف بس وقف لحظة وقف بقى دي الوقت فين شيكبالا وفين زيزو الاتنين في المنطقة اللي هي زونفورتين اللي هي ممكن لما الكرة تصل لهم يقدروا يعملوا خطورة لما مش واحد واقف جنب الخط ده واحد جنب الخط ده وحساعمل عرضية لسيف الجزيري بدون اي مساندة دي طبعا هتنتيب تمرير غلص من زيزو ولكن التمركز السليم هو اللي بعد كده حينتج عنه الهدف واللي حنشوفه كمل بقى اللقطة دي أنا بجيب لك النية دايماً الدقائية الأولى هي دقائية تعليمات المدرعة هنا الناس دي سايبها الخط وبتتكمل كمل عشان يعني كمل بقى خلاص هي انتهت بتمرير غلط من زيزو بس كان شيكبالا هنا بدأ يتحرك يخش جنب سيف هات اللقطة اللي بعدها برضو نفس نسبة نفس الفكرة شيكبالا بيسيب الخط بيجي جنب سيف عشان يبقى شبه مهاجم تاني الكرة هنا ما بتطلع بيبان بقى الكواليتي بتاع سيف جعفر هنا بص الكواليتي في السرو والباص هنا تاني أما وقف بقى مزيزو هنا بص كم لعب جوه المنطقة يا كريم 2-4 الباص مش مظبوط الـ over مش مظبوط ولكن دي النية اللي حتيجي بقى بعد كده هاتلي بقى الهدف التاني اللي حيترجم اللي احنا بنقوله ده انت ما بيبقى عندك النية دي حتى لو كرة تلعبت غلط مرة واثنين بعد كده بتيجي منك القرص صح برضو هنا شوف سيف جعفر بتحرك فين عشان ياخد تمرين سيفيك جزيري اللي ما وصلتش ده اللي هو محاولاتك اللي ما اسفرتش هنا بقى ما بتسفر عن التحرك الإيجابي هنا بيسفر على طول هنا رغم ان الكورة بدأ زيزو بيبدأ شيكبالا هنا في القلب اللي اتنين في القلب ببص ما كان شيكبالا وزيزو الهاجمة هنا ما بتطول واللعبة بتدخل جوه المنطقة بتنتهيب جون بتنتهيب جون ليه علشان خطر اللعبة مش سايبة سيفيك جزيري الواحد زي ما كان بيحصل قبل كده يعني الكورة هنا هتلف اكتر بس لو تاخد بالك شيكبالا بيتحرك من العمق للطرف وبيرجع تاني يخش هنا سيفيكبالا 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 بيخش بيخش كان بيلزيزو بيسيب خلاص بقى مش مربوط هناك نحيط الخط بيكمل بالجول فالشغل التمركزات اللي كانت واضحة في ديها 8 أو 13 نحنا سايبين الخطوط كلعبة أطراف ودخلين جوه الملعب ده بعد كده في مرة بيبقى غلط وما بيسفرش عن شيء بس ما بتعامل بشكل سليم بيسفر عن أهداف